بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنه من خصائص هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى قد أكرمها بليلة هي خير من ألف شهر قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة المباركة ليلة القدر هي أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر إن الله سبحانه وتعالى اطلع على أعمار أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه ووجدها بأنها قصيرة والأمة السابقة كانت أعمارهم طويلة فأراد الله جل وعلا بأن يكرم هذه الأمة بهذه الليلة التي يكون العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر والسبب في التحديد بألف شهر بأن الأمم السابقة كان العابد فيهم لا يطلق عليه اسم العابد حتى يعبد الله ألف شهر فكانوا يذهبون إلى المغارات وإلى الأودية ويعبدون الله ألف شهر فالله جل وعلا قد أكرم هذه الأمة بليلة هي خير من ألف شهر وألف شهر ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر فالعمل الصالح في ليلة القدر هو لا يساوي ألف شهر بل هو أكثر من ألف شهر فلذلك هذا الإكرام العظيم من الله جل وعلا يجعلنا نجتهد في هذه الليلة المباركة وقتها في العشر الأواخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحروها في العشر الأواخر من شهر رمضان ورد حديث آخر تحروها في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان وإن أرجى ليلة يرجى أن تكون هي ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين بل إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بأنها ليلة سبع وعشرين نجتهد في الوتر من العشر الأواخر وبالنسبة لليلة سبع وعشرين فإنها أرجى ليلة يرجى أن تكون هي ليلة القدر هذه الليلة التي تبتد من الغروب وتنتهي بطلوع الفجر أي بيدان الفجر ففيها الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فأنت إذا قمت في ليلة القدر مؤمنا بربنا جل وعلا محتسبا الأجر عند الله يغفر الخالق جل وعلا كل الذنوب السابقة وهذا من فضله جل وعلا كذلك من فضلها من فضل هذه الليلة بأنها سالمة من الآفات سلام هي حتى مطلع الفجر هذه السلامة التي هي بسبب نزول الرحمات من الخالق تبارك وتعالى الأمر الثالث بأن الملائكة تنزل فيها والملائكة عندما تنزل فإن مع نزول الملائكة البركة والمغفرة والرحمة وذلك لأن هذه الملائكة لا تأتي إلا والخير يكون معها كذلك بالنسبة ليدعاء في هذه الليلة يكون دعاءا مستجابا قالت أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أرأيت إن أدركت ليلة القدر فماذا أقول فقال لها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني يستفاد من هذا الحديث عدة أمور أولا بأن الدعاء في هذه الليلة هو من الأمور الثابتة ومما قد دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل لأم المؤمنين عائشة بأنك لن تعرفيها وإنما قال لها إن دركتيها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ولو نظرنا إلى هذا الدعاء لوجدنا بأنه طلب العفو من الله جل وعلا إن من عفى عنه الرب عز وجل لا شك بأنه على خير عظيم وذلك لأن مع العفو تأتي الخيرات من الخالق تبارك وتعالى بالنسبة لعلاماتها وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب ولكن أصح ما ورد في ذلك ما يكون بعد هذه الليلة بأن الشمس تخرج لا شعاع لها كالطست إذن المسلم يجتهد في هذه العشر وهي أرجى ليلة ليلة سبع وعشرين وسميت بليلة القدر وذلك لعظم قدرها وقيل أن السبب في تسميتها بذلك بأن الأعمال تقدر فيها لعام كامل وقيل بأن السبب أن الملائكة تنزل في هذه الليلة وتضيق السماء الدنيا بالملائكة الكرام لكثرة من نزل من الملائكة المكرمين كل ذلك يجعلنا نعتني بهذه الليلة الليلة ليلة سبع وعشرين وكذلك ليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان وذلك حتى نقوم بإدراك ليلة القدر التي يكون العمل الصالح فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليلة فضلها الله سبحانه وتعالى لسبب أن القرآن نزل فيها وكل ما ارتبط بالقرآن الكريم من ليلة فأصبحت أفضل ليالي السنة للمسلمين الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو سيد الشهور النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو سيد ولد آدم الملك المرسل جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة الأمة التي أنزل على نبيها القرآن هي أفضل الأمم إذن فلنعتني بهذه الليلة المباركة ليلة القدر ونجتهد في ليلة سبع وعشرين فهي أرجى ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر يكثر الإنسان من جميع الأعمال الصالحة من قراءة القرآن ومن القيام ومن الصدقة ومن الدعاء ومن الذكر فجميع الأعمال هي من الأعمال التي تتضاعف فيها الحسنات بالنسبة لمن لا يستطيع كالمرأة إذا كانت في عذرها الشرعي فإنها تكثر من قراءة القرآن من غير أن تمس المصحف كذلك بالنسبة للدعاء والذكر فهناك أعمال كثيرة يمكن أن تقوم بها المرة ولو كانت في فترة عذرها الشرعي فهناك هذه الأعمال وهناك الصدقات وغيرها مما يتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى فإن الأجور في هذه الليلة مضاعفة وذلك لعظم هذه الليلة عند الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين